أستاذ هشام سلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أهلا أنا كنت خاطب واحدة من ثلاث سين ونص كنت مسافر السعودة أيوة فكنت كنت على قد حالة يعني عدتلي حاولت تجاهزني كده وكاوك على كلام مني فكنت ماشي معاه في الموضوع كنت تجاهزها وبتاع بفجأت اتمرن بلت أجازة كتعبت قطوة هي خاطبت واحد من ورائنا جمعا أعرف وأنا مكنتش أعرف لا يعني دقيقة واحدة إن حضرتك كنت خاطب واحدة وبتجهزها آه بتجهزها بمعنى إنك إنت يعني إنت المتحمل كل النفط بتساعدها يعني بساعدها في الجهاز يعني أيوة اللي إنت خاطبها إنت اللي بتساعدها آه بس إن إحنا يعني أعبال ما نجمل الجهازة نتجوت ونخلص وبعدين وبعدين إنت نزلت أجازة إلا إذا كنت نزلت فيها دي كثير تفكرت مخطوبة لواحد من ورائنا ما نعرف وعملوا فرح وبتاعه وكلام من ده أو بعدين وبعد كده قدت معي أجازتي كالها تبدأ بتاحتي تمشي معايا تلبس تبدأ تمشي معاه وبعد كده لوح تمسافر فجئت بقالوا لنا إيه تتجوزت بعد ستة شهور مم تزلت عشان روح لأهلاء أكلمهم قالوا إحنا ما نعرفكش أنت ما تبتناش حاجة وهو سرقت وكل السوار وكل الحاجات اللي أنا كنت أعملها يعني ما خلوش ليه أي غصر إن أنا مخطوب لهذه الفتاة مم فبعد كده حاولت إن أنا أتكلم معهم تكلمت المحامة اللي تتجيب لي إثباتات قلتهم هكل الأوراق خدتها كل الحاجة أتخدتها مم ما سابتش لحضرتك دليل على أي شيء لا 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 وحضرتك بحسن نية كنت بتدي فلوس وبتجهز وبتعمل دونه بالزبط بالزبط كنت ببعت لها من هناك وماشي بمورد الله مم وبعد كده فجئت إنها جوزت الأخ إنت تعرفت عليها إزاي دي أستاذ هشام نعم اتعرفت عليها إزاي بدايت التعرف وحضرتك سألت ولا بس وصقت فيما قيل لك لا سألت سألت وقالوا دي عائلة كويسة وكلام من دو وبعدين هم كده نصبوا عليك عائلة كويسة إزاي كده عائلة كويسة إزاي إنها كتنحطوبة للراجل ده من خمس شهور وأنا ما عرفش وكان بتزمي ما مش عائل عادي وبعدين فجئت رح تقطع التلفون وعمل على الرقم بتاع بلوك وهو غير التلفون خالص وراح تسيكت في محافظة تانية فأنا ما قلت بقى أنا أطوض أمر لله وعرف حكم الدين في الموضوع ده إيه عشان أنا كنت ماشي بأمور دي الله لأن كان طبعا كان فيه ناس كان يقول إحنا نجيب لك حاجتك وكلام من ده وعايزين إيه بس يعني أخد فلوس والتقول أنا محبش أنا الكلام الغلط إحنا نعمشي بأمور دي الله فعلى هذا الأساس وقفت على كده وسكد فأنا مش عارف إيه موقف الدين من الموضوع لو حضرتك ما حاولتش تاخد أي إجراء قانوني مثلا حتى أنك ما روح تاخد إجراء قانوني قال لي دي لي إثباتات ما فيش إثباتات قال لي ما قد لأي إثبات عشان نمشي بيه التحويل اللي حضرتك كنت بتحوله ده ما أنا ما كنتش عمل حسابة كده خالص آه يعني التحويلات دي كانت لها ورق والورق ده كان يبقى معاك تمام يا سيجي لا والله ما كانش أسأل الله أن يخلف عليك خيرا أسأل الله أن يخلف عليك خيرا لكن المسألة ما جيش أقول أنا سألت والناس دول طلعت يعني إحنا ممكن نكون بس ليه تسرعني يا أستاذ هشام فده اللي أنا عشان كده سألت حضرتك أنت تعرفت عليها إزاي والسؤال ده أنا استفرغت السؤال يعني سألت كويس جدا نديت نفسي فرصة أن أنا أفهم الناس وأبتدي أدخل بيتهم ودي لنفسي فرصة أشوف إزاي بيتعاملوا مع بعض لأنه زي ما إحنا عندنا في مصر بيت قال فلان تعرفوا يقول لك ما عرفوش عشرته العشرة دي اللي بتبين وبهما يكونوا بيتجملوا بيتزينوا لابد للكاذب أن يظهر إنما أنا على طول من أول واحدة عرفها وحتى اتنين تلاتة قالوا لي حتى لو عشرة قالوا لي أنا بسأل كده اطمئنانا ولازم استنفد جميع ألوان السؤال وبالذات في هذه الآونة وبرضو يعني الإنسان لا يأمن كده مرة واحدة لازم بيدي فترة اختبار للأدامه يدرسه يشوف هو إلى قدر يعني لغاية قدفين عنده أمانة أو ضحهم إزاي الناس دي سمعتهم أصلي لازم حيبان أصلي اللي عملوه ده نصب نصب بكل المقاييس فالنصب ده يعني أكيد أكيد الناس دي مش منضبطة وأكيد إحنا ما سألناش كويس وأكيد إحنا تصرعنا ووسقنا بدري إن شاء الله ربنا يخلف عليك خيرا لأنه طبعا زي ما المحامي ده قال لك أو الناس اللي أنت سألتهم قالوا لك طالما لا يوجد دليل بين إيديك فإنت لن تستطيع أنك أنت تأتي بهذا المال الذي يعني غصبوه منك عدوانا وظلما وطبعا الإنسان لا يحل له أن يأخذ من مال أخي إلا عن طيب نفسه فاللي خد المال ده غصب أخذ مال حرام طبعا أخذ مال حرام وهل يعتقد أنه هذه الفتاة بعدما تزوجت بهذا المال اللي هو شاء حضرتك وتعبك إنه حيبارك في هذه الزيجة ده الناس على هدية قوي الناس اللي من الصنف ده على هدية جدا يعني كيف أنه يبارك لهذه الفتاة في زيجتها وهذا الخاطب اللي كان أكيد عارف داخل معاهم فيه والله أعلم بقدر المعلومات اللي أنت بتقولها أنا على قدرها أجيب وأسأل الله السلامة لأن أنا ما سمعتش الطرف الثاني ومعرفش إلى أي مدى يعني التفاصيل المسائل لكن إن كان على الشاكلة اللي حضرتك قلتها وحكيتها فطبعا دول اغتصبوا مالا ليس لهم حق فيه وهذا الغصب لهذا المال لابد أنهم يتحللوا إن أرادوا أن يتوبوا إلى الله أن يرجعوا لك الحاجة بتاعتك وكمان يستسمحوك على هذا النصب العظيم اللي عملوا عليك لكن ده يخلي الإنسان يتعلم مش هيئس ولأنه لا يصق في الناس لكن عليه أنه يعيد النظر لطريقة التعامل بتاعته مع الناس مش أفقد الثقة في نفسي أبدا بس أقول أن أنا عندي حسن ظن زيادة عندي طيبة زيادة والناس كلها دلوقتي معرفش كذا وعود بقى يعني أفخم الأمر بالنسبة لي لا الإنسان عليه أنه يكون يستعمل العقل بالذات في بداية الزواج استفراغ السؤال ده عن الخاطب وعن كذلك الخاطب ده الإنسان اللي جاي يخطب بنتنا والمخطوبة البني أدماء أو الإنسانة دي اللي أنا عايز أخطوب هي وأهلها ودي النفسي وقت مش يقولك لا 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 هو الشرع تكتب الكتاب ما فيش كده في أن أنا في فترة اسمها خطبة في حدود ما شرع الله وبالهيئة وبطريقة الكلام وبالصفة والصورة التي شرعها الله وكل طرف يدرس التاني ونسأل على بعض كويس لابد من ده ودي فترة لنفسي أشوف الناس دول أهل ثقة ولا لا ومش على طول كده أبتدي حول فلوس وقول لهم خدوا اشتروا لازم الإنسان عقله يكون بيستعمله يا أستاذ هشام أكثر من ذلك